اضع المقليات برواد سيغان لانيم اضع المقليات برواد سيغان لانيم اضع الخبز دائما الخبز اللي بقى لك استعمليه واستغليه تابعوا معي الفيديو الى الاخير بشرفوا معي على المقادر وطريقة التحضير واذا كنتم اول مرة تشوفوا القناة لا تنسوا تغلس الاحمر اسفل الفيديو اضع الخبز البقايا الخبز اللي كتبقى لها كا برده اضعتها في الفران حتى كنتم قرمشها مزيان اضع توم بودرة وشوية زعتر اضع فيه القطع الخبز بعد ما برده سوف يكون قندحنها مزيان مع توم بودرة وزعتر تقدروا تضيفو الازير تقدروا تضيفوها مع بنوس مجفف تقدروا تضيفو البودر كيبقى لكم الاختيار اللي كتبقى لكم ثم نضع غربال سوف يتم كراحة ونضيفو القطع بلطفى حيث تقدرون تضيفوها في حالة الخبز بيالا كوية السبب يعني يملك مزيان اضيفو غربال ويتم وتفعله هذا العشاء بلوغ هاكا منكها وزوينا بثاف كنستعملها انا صراحة في كل جيح مثلا قطع الدجاج او لا الحوت سماك او لا قطع اللحم في بلاس مندوزها هاكا في الدقيق الابيض كندوزها هذا العشاء كنزوينا بثاف او غزالة اما لانيم البريواز فاح يعني شي حاجة اللي تبصف كنتمنى ان شاء الله لوصفاتنا اللي اعجابكم وما تنسوش تخليوا لي التعليقات الى وصفة قادمة ان شاء الله السلام عليكم